شكرا لكم مشاهدين يحط كاميرو رحاله في واشنطن وفي جعبتها اوراق اختلطت عليه اتجاهاتها وتبينت حساباتها وفي كثير من الاحيان احتار في قراءتها وفشل في توظيفها وربما تعثر في فهمها يحضر ولسان حاله يبحث عن نجة امريكية ربما كان الامريكي ذاته اكثر حاجة لها للخروج من حيرته وارتباكه في معادلة لا تقبل القسمة على ثين يدرك البريطاني وهو القادم من موسكو ان المسارعة الى واشنطن هي فرض عين لا يصح معه فرض الكفاية وعندما تحين لحظة التموضع المنتظرة داخل المعادلة الدولية سيضطر كامل فرنسي لمراجعة حماسه في تسليح الارهابيين وفي حسابات المعادلة الدولية تبدو كفة الاوزان مختلفة ومساحات الادوار الهامشية والثانوية مقتضبة وفي بعضها لا مكان لها ولا قيمة وربما لا تقدم الكثير والفارق بين وجودها او عدمه يكاد يساوي في محصلاته النهائية الصفر التقاطر الغربي بحثا عن مقعد سيتواصل حتى لو كان في العربات الخلفية اما الادوات فسيكون صعبا عليها ان تجد فيه موضع قدم لها وحالها يماثل حال مرتزقتها التي تبحث عن حدث يعيد خلط الاوراق قبل فوات الاوان وبامر عمليات لم تكن الاصابع التركية ومشيخات الخليج حليفتها في دعم الارهاب وتمويله بعيدة عنه في موسم الاستحقاق اعتاد الغرب الاوروبي على تقديم لوائح مفصلة بخدماته المقدمة للامريكي وبقائمة اطول عما فعله من اجل اسرائيلي فيما جردة حساب الادوات والمرتزقة تتأخر واحيانا لا تأتي من باب المكابرة وربما من زاوية الغباء اما الارهابيون والمرتزقة فيسارعون للتذكير بحالهم وحين تصعب هذه الحال الى حد التجاهل لا تتردد في لسع الجحر الذي يؤويها اشتركوا في القناة